موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في هذا اليوم وكل يوم عبر قناة الشرقية من كلباء وبرنامج حديث المساء هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على الهوى مباشرة نستعرض فيه مختلف المواضيع والتقارير المتنوعة التي أعدها فريق حديث المساء إذن مشاهدين نتعرف على أهم العناوين لهذه الأمسية موسيقى حديقة طريف متنفس عائلي في مدينة كلباء المنطقة الشرقية بيئة ملائمة لمشاريع الشباب موسيقى الإبداع الوظيفي وأهميته في إنتاجية العمل إذن مشاهدين هذه أهم العناوين وأيضا ننتقل معكم إلى جولة سريعة لأهم الأخبار لإمارة الشارقة لإمارة الباسمة ننتقين فيها أخبار مميزة لهذا المساء نبتدأها بالقلب الكبير تفتتح باب المشاركة في الشارقة لمناصرة اللاجئين أعلنت القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لعام 2022 على أن يتم استقبال الترشحات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني وذلك لغاية الخامس عشر من نوفمبر المقبل حيث تفتح المؤسسة المجال أمام المؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في قارتي آسيا وإفريقيا وتقام الجائزة برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وقرينته سمو الشيخ جواهر بن محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتبلغ قيمة الجائزة التي تنظم سنويا منذ العام 2017 بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 500 ألف درهم إمارتي وهي مساهمة خاصة من المؤسسة ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة إذن مشاهدين من القلب الكبير وهذه المساهمات السامية للإنسانية على مستوى العالم وليس فقط في أو على الصعيد المحلي ننتقل إلى الخبر التالي الشارقة للفنون تنظم النسخة التاسعة من معرض الشارقة وجهة نظر تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برامجها لخريف 2021 النسخة التاسعة من معرض الشارقة وجهة نظر المبادرة السنوية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي في الفترة الثامنة عشر من سبتمبر وإلى الثامنة عشر من ديسمبر لعام 2021 في استوديوهات الحمرية بالشارقة وكانت الدعوة المفتوحة لهذا العام قد استقطبت ما يزيد عن 500 طلب اختير منها 53 مصورا فوتوغرافيا من أكثر من 30 دولة للمشاركة في المعرض حيث يقدم كل مصور أعماله على شكل سلسلة تتراوح بين صورة واحدة إلى ستة صور لإظهار الإمكانيات الفريدة واللافتة للتصوير الفوتوغرافي كوسيط فني ويقدم المعرض للمرة الأولى جائزة نقدية بقيمة 1500 دولار أمريكي تمنح أو تمنح لفائز واحد في كل من الفئات التالية التصوير المفاهيمي والتصوير التجريبي والتصوير الصحفي التوثيقي والتصوير الأدائي وذلك بناء على اختيار لجنة التحكيم إذن مشاهدنا إلى خبرنا التالي نادي سيدات الشارقة يحصد لقب بطل الصحة لأسنة الثانية على التوالي حصد نادي سيدات الشارقة لقب بطل الصحة لأسنة الثانية على التوالي إثرى مشاركته في الفعالية السنوية التي تقام على مستوى العالم عطلت نهاية الأسبوع العالمية للصحة وذلك في خضم استعداداته للمشاركة الثالثة وستحتفي بها أكثر من 120 دولة وينظم النادي خلال مشاركته العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية الممتعة بهدف نشر الوعي حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وإلهام المرأة وتمكينها وتشجيع اهتماماتها بصحتها البدنية والنفسية من أجل تحسين جودة حياتها حيث يقدم خلال يومي الفعالية باقات مميزة من العروض وأيضا ينظم مختلف الأنشطة الرياضية والصحية التحفيزية للسيدات والأطفال وفق أعلى معايير السلامة العامة وسينظم النادي الفعاليات واقعيا كما سيبثها عبر صفحته على الانستجرام للوصول إلى عدد أكبر من الراغبين بالمشاركة وذلك من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي كما سيتيح الإطلاع على كافة تفاصيل الفعاليات والعروض والأنشطة من خلالها وعبر موقعه الإلكتروني إذن مشاهديننا أيضا إلى خبرنا التالي لهذا المساء مدينة الشارقة للنشر تدرج أكثر من ألف شركة في القطاع الإبداعي بفضل جهود المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في توفير بيئة ملائمة لنمو قطاع النشر والصناعات الإبداعية الأخرى في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة إقليميا وعالميا تم إدراج أكثر من ألف شركة ناشئة في النصف الأول من عام 2021 عاملين في قطاع النشر والطباعة والترجمة والاستشارات التجارية والإدارية والقانونية إلى جانب شركات متخصصة في القطاعات الإبداعية وأشار سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أن مساعي المنطقة الحرة نحو الوصول إلى قطاعات جديدة من داخل الدولة وخارجها وضمها إلى مجتمع أعمال المدينة تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كبيئة حاضنة للصناعات الإبداعية وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حول تعزيز أسس المعرفة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة إذن مشاهديننا أيضا من قطاع النشر ومدينة الشارقة للنشر ننتقل إلى الخبر التالي مؤسسة الشارقة للقرآن تفتح باب الترشح للدورة الرابعة والعشرين من جائزتها أطلقت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من جائزتها ضمن خمسة فئات وفتحت المؤسسة التسجيل الجائزة في مستوياتها المختلفة الأولى على مستوى الدولة في فئة مسابقة القرآن الكريم والثاني على مستوى إمارة الشارقة في فئة الأم الحافظة وفئة فرع الأمة والمحفظين والمحفظات وفئة الأنشطة المصاحبة ويتاح التسجيل لكافة الراغبين من المواطنين والمقيمين وأبناء المواطنات للمشاركة في فئات الدورة الجديدة والتي تحرص المؤسسة على تنظيمها سنويا برعاية كريمة من صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتتكامل الجائزة مع رؤية المؤسسة في التشجيع على حفظ القرآن الكريم لجميع الأعمار والشرائح المجتمعية من الكبار والصغار والذكور والإناث إذن مشاهدين بالتوفيق لكل من سيترشح لهذه الدورة الرابعة والعشرين من جائزة مؤسسة الشارقة للقرآن إذن مشاهدين جولة سريعة كانت بالنسبة لأخبار إمارة الشارقة ننتقل من بعدها إلى مواضعنا المتنوعة لهذا المساء وأيضا التقارير التي أعدها مراسل برنامج حديث المساء إذن تعد اليوم مشاهدنا المنطقة الشرقية من البيئات الحاضنة للمشاريع الشبابية لما توفره المؤسسات من دعم وتشجيع ليمارسوا أعمالهم الحرة الحرة بكل سهولة ويسر نتابع هذه التفاصيل المشاهدين في التقارير التالي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تبوأ مرتبة متقدمة في المؤشر العالمي لريادة الأعمال وذلك ما يعكس جهود الدولة المبذولة وتطلعاتها الطموحة المنبذقة من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في إضافة نوعية إلى سجل الإنجازات الاقتصادية للدولة ومنها تهدف إمارة الشارقة إلى تعزيز وتوعية شباب المستقبل بأن يحضوا بالدعم من المؤسسات والجهات الحكومية للنهوض بمشاريعهم سواء من دعم مادي أو من دورات متخصصة في ريادة الأعمال تطمح من خلالها أن تبني جيل كامل مثقف وواعي لديه الإمكانية في ريادة الأعمال وإدارتها تتنوع المشاريع الشبابية بمختلف تخصصاتها في إمارة الشارقة وهذا ما يثبت أن الإمارة أرض خصبة وجاذبة للاستثمار والانطلاق في ريادة الأعمال وخصوصا فئة الشباب الذين يتطلعون بأفكارهم لتنظيم ورعاية قطاع ريادة الأعمال مما أدى إلى نقلة نوعية في فكر الشباب وتعزيز مهاراتهم وتطوير ذاتهم وبناء مستقبل واعي مليء بالإنجازات الشبابية لهذه الإمارة الباسمة إذن مشاهدين الشباب مبدعين بهذه المشاريع المختلفة في المنطقة الشرقية فهم أيضا يسهمون في رفض الاقتصاد في إمارة الشارقة من خلال هذه المشاريع المتميزة بأفكارها المختلفة إذن مشاهدين ضيوثنا في هذا المساء مميزين ضيفنا اليوم غيث حسن الحوسني عشق الكتب منذ الصغر وله العديد من المبادرات التي تعنى بنشر ثقافة القراءة في المجتمع حيث أسس صالون الأدب الروسي ونادي أصدقاء نوبل وكان ضمن الوفد الرسمي للمشاركة في معرض موسكو للكتاب في عام 2019 اليوم في حلقتنا سنتعرف أكثر على تفاصيل إنجازات ابن مدينة خرفكان نرحب بالكاتب غيث الحوسني أهلا وسهلا بك غيث مرحبا أهلا وسهلا أنا شاكر لكم على هذه الاستضافة من قناة الشرقية بن كلباء شكرا جزيلا لكم وأيضا شكرا لانضمامك معنا في هذا المساء اليوم نتحدث عن الثقافة والكتاب وشغفك للكتابة والمطالعة غيث لماذا هذا الشغف وخصوصا عندما نتحدث مع فئة الشباب إذا نتحدث عن عقول متطلعة متلهفة للثقافة والقراءة والكتابة أيضا نعم صحيح أنا يعني بالنسبة لي الحديث عن الكتاب والثقافة هو الحديث الدائم واليومي بالنسبة لي بشكل مستمد أعتقد أن حياتي أو لنقل مثلا عداتي اليومية تبدأ وتنتهي في الكتب وفي المكتبة بداية حقيقة كانت يعني بداية مبكرة كان في البيت يعني المكتبة والكتاب متداول بشكل أو بآخر بالرغم على أن هناك توافر يعني وسائل التسلية والترفيه المختلفة اللي هي مثلا على سبيل الفيديو جيمز وغيرها مع ذلك كان الشغف نحو الكتاب بطريقة يعني أنا صراحة عاجز عن فهم هذا الشغف لماذا لكن الأمر الحقيقي اللي حدث لي هو أنه عندما بدأت في بداياتي يعني أول ما بدأت أقرأ الكتب واكتشف العالم يعني هذه الكتب منحتني أشياء لا يمكن أن أجدها في غير الكتاب يعني على سبيل المثال دمست الفلج رأيت الحيوانات تتحدث دخلت إلى عقول الآخرين وهم يتحدثون بينهم وبين نفسهم فوقعت في حب الخيال هذا فكانت يعني بدايتي هو أنني أكتشف الدهشة كانت الدهشة بالنسبة لي في الكتب هي أكثر من غيرها في أي وسيلة من وثال أخرين نعم من خلال الكتب غيث أكيد تتطرق أو تنتقل بين الحضارات بين الثقافات تتعرف على أيضا أفكار الآخرين قد تقرأ الآخرين أيضا من خلال كلماتهم من خلال الحديث معهم فهذا يعطيك سعة في الإدراك غيث خصوصا نعم غيث أتحدث أن هناك مكتبة كانت في الصغر في المنزل فهذا بحد ذاته إشارة إلى أن أهمية المكتبة في المنزل هي سبب في أن يكون الأبن قارأ في هذه الأسرة بالضبط نعم صحيح وأنا أعتقد أن اليوم تفكيرنا حول الكتاب والقراءة مهم من أي فترة مضى صحيح أنا اليوم نعيش حالة من أحوال التطور التقني وكل شيء أصبح سهلا وميسورا يعني حتى الكتاب هناك تعدد لأشكال الكتب مثلا فيه هناك كتب الصوتية والكتب المرئية والكتب المسموعة فحتى بالنسبة للكتاب هناك صار يعني نوع من أنواع الوفرة من الكتب ولكن رغم ذلك لا يغنين عن وجود المكتبة المكتبة المادية الكتب الورط في المنزل أنا أعتقد أنه يجب على أي شخص كولي أمر مثلا أب أو أم لا يجعل بيته مهجورا لا أقصد مهجورا من الأشخاص لكن أيضا من الكتب أنا أعتقد أن الكتب إذا لا توجد أو لا تتوفر في أي منزل تصبح هذه البيوت خالية خالية من الروح خالية من الخيال خالية من الفكر ومن التجدد خالية من المعنى أحيانا لذلك حتى هذه الرؤية سبحان الله هي استقاءا من فكر سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم الله يحفظه أنه دائما يغرس فينا نحن الأجيال الحالية والأجيال القادمة مفهوم ومعنى القراءة الجميلة والقراءة الحرة والقراءة الإبداعية أعتقد أنه جزء مهم أن تكون المكتبة في البيت لأنها أيضا بعد أختي كريمة أنها عامل من عوامل التربية تساعد على تربيتنا وعلى تنشيئتنا على معرفة ذواتنا بشكل أكثر نعم أيضا هذه النقطة قد تذكرني أخي غيث بمبادرة الثقافة بلا حدود أيضا هذه المبادرة أتت نعم بوامل سامية من صاحب السمو بأن تكون هذه المكتبات موزعة في منازل أهالي إمارة الشارقة متنوعة بمختلف الكتب إن كانت أدبية ثقافية موجهة للطفل للشاب لكبير السن بمختلف اللغات فكانت تراعي جميع التفاصيل وتراعي جميع أفراد الأسرة صحيح يعني انظري إلى هذه المبادرة يعني طبعا أنا بحكم علاقتي معها يعني أمجمع من المثقفين خارج الإمارات وغيرها يعني رأوا أن هذه المبادرة على سبيل المثال هي تعادل بالنسبة لهم كالحلم أن كيف شخص على رأس الهرم ما زال بهذا الشرف وبهذا الاهتمام منقطع النظير نحو الكتاب نحو المعرفة انظري بعد أختي كريمة على سبيل المثال انتشار المكتبات العامة في جميع أرجاء إمارة الشارقة الركيزة الأساسية الدائمة هي الكتاب والمعرفة أنا أعتقد أن حتى يعني الشارقة هذه الإمارة الجميلة ارتبط اسمها باسم الثقافة يعني عندما أقول الشارقة فكأنما أقول ثقافة أو كتاب أو معرفة أو جمال صحيح أيضا نحن نفخر بكوننا في هذه الإمارة الإمارة الجميلة المعنية بصناعة الإنسان وصناعة ثقافة الإنسان وبناء الإنسان قبل بناء المباني طبعا أيضا نتطرق إلى جانب آخر من الجوانب اللي عملت فيها أخي غيث أن تم تأسيس صالون الأدبي الروسي وأيضا نادي أصدقاء نوبل نتحدث عن هذا المجال أخي غيث ولماذا كانت المبادرة منك في تأسيس هذا الصالون نعم المبادرة بداية أنا دائما كان قراءتي قراءة يعني في شكل منفرد بحيث أن أنا أقرأ الكتاب وتنتهي فعالية القراءة إلى هذا المستوى لكن يعني من خلال تطوري أكثر في مجال القراءة والمعرفة والثقافة شفت أن الثقافة يجب أن تكون محرك أجواء عامة ببصح التعبير لذلك قمت أنا وبعض من الأصدقاء بإنشاء صالون الأدب الروسي تقريبا كان في عام 2014 من فترة بعيدة جدا وصراحة يعني أسسنا هذا الأدب يعني ممكن أن يتساءل شخصا ليش الأدب الروسي تحديده نعم هذا السؤال الذي كان يطبع في ذلك نعم فكانت ببساطة جدا أعتقد أنك تعرفين جيدا الكتاب الرواد الروس يعني مثل فيودور دوستويفسكي وتولستوي وتشيخوف وغوركي وأسماء كثيرة جدا كل هؤلاء وضعوا الأسس لنقول البدائية في مجال على سبيل المثال الرواية فنحن كنا نقول لأنفسنا أولا وأيضا للقراءة الذين كانوا يشاركوننا هذه المجموعة أننا يجب أن نذهب مباشرة إلى العين عين الماء بدل الجداول بدل الروايات اللي نقوم بالفرعية فكانت يعني قراءتنا أو تأسيسنا إلى هذه الأندية أو هذا المعب تحديدا هي قراءة من نوع التأسيسية كنا نؤسس أنفسنا أكثر في القراءة ومثل ما تعرفين الكتاب الروس في سترة الرواية تقريبا في بداية القرن العشرين أو منتصب القرن العشرين هؤلاء كانوا يكتبون بطريقة يعني الرواية على سبيل المثال مثلا رواية تستيفيسكي الأخوة كارامازو على سبيل المثال هذه الرواية تتكون من أكثر من الف فرحة فبالتالي هم كانت لديهم الكتاب الأدبي غزيرة جدا ومتولدة جدا وأسسوا لأفكار يعني حتى على سبيل المثال فرويد وهو عالم نفس شهيد جدا يقول أنني اكتشفت عدة نظريات نفسية من خلال قراءة إلى مثل هذه الكتب فكانت يعني كنا نحن كشباب نحاول أن نضع بوصلة جديدة للمشهد الإماراتي المشهد الثقافي في الإمارات لدى الشباب فكانت هذه الفكرة يعني انطلاقا للأدب الروسي جميل يعني هي كانت منصة لتبادل الأفكار في الأدب أيضا أو الأدب الروسي تحديدا أيضا أخ غيث بالنسبة لنادي أصدقاء نوبل ما كانت تفاصيل هذا النادي وما كانت الأهداف من وراء إنشاءه نعم انطلاقا من صالون الأدب الروسي شفنا أن هناك نجاح صراحة نجاح كبير وأننا نحن استطعنا أن نوصل لرسالتنا الرئيسة ألا وهو أننا نشيع ما بين أنفسنا نحن كشباب فكرة القراءة الحرة الجد بمعنى أنني أنا أقرأ لكي يطورها من نفسي وطبعا إحنا ما حدنا ننذلق على أنفسنا لأن القراءة هو فعل حر فعل متسامي فعل يعني يتجاوز الحدود إلى طاح التعبير أنشأنا نادي أصدقاء نوبل وهذا النادي هو أيضا مجموعة كرائية تناولنا الكتاب الذين حصلوا على جائزة نوبل للأدب أنت تعلمين أختي الكريمة أن جائزة نوبل للأدب هي من أعرق ومن أكبر الجواز التي تنمح لمجموعة من العباقرة ومن الذين صنعوا بصمة إنسانية في العالم وطبعا إحنا يعني كعرب أيضا حزن على هذه الجائزة من خلال الأديب الكبير راح الأديب محفوظ فكأننا نريد أن نكتشف أنفسنا من خلال هذه الجائزة أن كيف هؤلاء العباقرة نجحوا وصنعوا أعمالا فارقة على مستوى العالم ووصلوا إلى ذاكرة وصنعوا ذاكرة للشعوب وموروثا إنسانيا جميلة يعني من باب أننا نحن أيضا نتنوع في مزيد من القراءة أن أطلقنا هذه المجموعة القرائية ومثل ما ذكرت يعني القراءة يجب أن تكون متجاوزة للحدود نعم القراءة هي بحذاتها عالم آخر إن كنت في ضيق إلجأ إلى الكتاب هو أفضل صديق في ذلك الوقت وأيضا قد تنتقل إلى مكان آخر مختلف وترجع إلى نفس المكان فهو عالم آخر بالنسبة لمحبي القراءة والذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة أو لم يطلعوا على كتب معينة مجرد القراءة سوف يعيشون هذه الأجواء التي تذكر التي قد لا يلامسونها من خلال عدم القراءة وعدم الشعور بها طبعا أيضا أستاذ غيثة إذا بنتحدث عن مثل هذا الصالون الأدبي أهمية إقامة صالونات أدبية أو جلسات ثقافية من خلال الشباب ما هي أهميتها وما هي الجوانب التي ترفد بها الشباب من جانب آخر نعم المجموعات القرائية هي حقيقة رافدا من روافد أو رافد أساسي لشيوع ويعني جعل المجتمع يرتكز على ركيز أساسية وهي ثقافة نحن في دولة الإمارات مجتمع مجالس وتجمعات ولقاءات بحكم طبيعة أعدادنا وتقاليدنا الجميلة التي دائما تحظى وتستم بموضوع الاجتماع والوقوف على أرض مشتركة ووضع أيدينا بأيدي بعض أيضا من خلال هذا المعنى الجميل من خلال هذا المعنى الإمارات الجميل تأتي أو يأتي دور الأنذية الثقافية هي نوع من أنواع التكاتف نوع من أنواع تداول الفكرة الجادة الفكرة النافعة لأننا عندما في مجالسنا مثلا نتداول هذا النوع من الأفكار التي تطور من أنفسنا تطور من ملكات التفكير الدهنية لدينا يصبح لدينا مجتمعا واعيا يصبح لدينا مجتمعا مثقفا ونعتقد أن أهم ركيزة لصنع حضارة حقيقية وأعتقد أن الحمد لله الله ملك الحمد في دولة الإمارات نحن في هذا الاتجاه وبقوة إن شاء الله أننا نتجه إلى خلق مثل ما ذكرت في بداية اللقاء خلق الإنسان صناعة الإنسان المتحضر الذي يعتمد وركيزة الأساسية هي المعرفة وتقبل الآخرين والحوار وتداول المعرفة والفكر الجاد هذا طبعا من أهم ما يمكن أن يميزنا عندما ننشأ مثل هذه الأندية القرائية أكيد وهذا أيضا ما يميز اليوم أهل دولة الإمارات بارتقاءهم بثقافتهم بطلعات المستقبل إن كان هناك شعب مثقف كانت هناك أرض صلبة لهذا الوطن الغالي طبعا أيضا غيث كان لك مشاركة ضمن الوفد الرسمي في معرض موسكو لعام 2019 معرض الكتاب كان في موسكو فما تفاصيل هذه المشاركة وكيف أضافت لك هذه المشاركة بما أن أيضا معرض عالمي معروف على مستوى العالم نعم بالنسبة لي إضافة رائعة جدا ومهمة جدا أولا لأن المعرض موسكو للكتاب كان الضيف الأساسي والرئيسي لهذا المعرض هي مدينة الشعاء أو إمارة الشارق بكونها عاصمة للكتاب والفقافة على مستوى العالم فأعتقد أني أنا عندما ذهبت إلى موسكو ذهبت بشارقية إذا صح التعبير وأيضا ذهبت يعني أنا دائما كنت ألتقي مع الشخصيات في الأدب الروسي والأفكار والأدب الروسي فهناك عشت هذه الأجواء حقيقة بدل ما أني أنا كنت أقرأها هناك صار لي تعايش أكثر معها فدخلت إلى موسكو من باب الأدب من باب المعرفة فكانت بالنسبة لي تجربة وإضافة رائعة جدا التقينا بكثير من الكتاب بكثير من الأشخاص الذين طبعا أنا للأسف لا أعرف الروسية ولكن التقينا هناك بالمترجمين الذين أوصلوا لنا هذا الأدب الجميل كانت هناك العديد من الجلسات واللقاءات حتى أيضا من التوصيات لأننا كنا أيضا من ظن الوقت أننا نرى بعض الأعمال التي يجب أو تهم القارئ العربي فكنا هناك أيضا فعشنا أجواء جدا رائعة وجدا مهمة وصنعنا لأنفسنا مجدا من أنجاب القراءة نعم هذا بحد ذات أخ غيث هو فخر بوجود إمارة الشارقة كونها أيضا الدولة المستضافة في ذلك العام وأيضا وجودنا نحن أبناء الشارقة هو يضيف لنا فخر وعز بهذه الإمارة وكيف وصلت إلى هذه المستويات من جانب الثقافة والعلم المعرفة وعلى غيرار الحديث بهذا المعرض ومعرض موسكو للكتاب أيضا بعد أيام قليلة تقريبا شهر سيكون هناك أيضا معرض شارقة دول الكتاب في نسخته الجديدة وأيضا استضافة كريمة لإسبانيا ستكون كضيف شرف في هذا المعرض أيضا هذه تظاهرة في إمارة الشارقة ينتظرها الجميع وإن كانت حتى في الدورات السابقة كانت هناك تحديات ولكن أصر صاحب السموم بأن يقام هذا المعرض وكانت فيها الكثير من الهدايا للكتاب والمشاركين في هذا المعرض من الأركان المجانية وترجمة الكتب إلى اللغات المختلفة على مستوى لغات العالم فهذا بحد ذاته اليوم يشعرنا بالفخر بالراحة بأن هناك إمارة مهتمة بهذه الثقافة وأكيد أنت في انتظار هذا المعرض أخ غيف نعم صحيح كما ذكرنا في بداية الحديث أن الثقافة هي عامل أساسي لتكويننا نحن فبالتالي أن الاهتمام بالثقافة هو بمعنى آخر اهتمام بالجوهر بجوهر الإنسان وأعتقد أن للحديث عن المعرض الشارق الدولي للكتاب أنا بالنسبة لي هو يعني بالنسبة لي هذه أيام نفصلية تماما أنا أتجهز لهذا العرس الثقافي بطريقة بطقوسي الخاصة يعني لحد الآن أني أنا مرتب قائمة من الأصدارات اللي إن شاء الله يعني رحقتنيها في المعرض فبالنسبة لي هذه أيضا يعني شكل من أشكال الانتظار الاحتفال لي أنا يعني أتوك لهذا المعرض نعم إذن إذا بنتحدث عن إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب هي معنية بالثقافة وبهذا المعرض العالمي كون أيضا هذا المعرض يعتبر من أكبر ثلاث معارض على مستوى العالم أيضا هيئة الشارقة للنشر هي أيضا معنية في هذا المجال فوجود جهات في إمارة الشارقة تدعم الثقافة والأدب والكاتب والنشر والترجمة أيضا هناك كتب تترجم اللغة العربية إلى لغات أخرى تنتقل إلى ثقافات أخرى فهنا تكمل أهمية الكاتب الإماراتي وثقافة الكاتب الإماراتي إلى أن تصل إلى العالم فما أمد أهمية هذه الجهات والمؤسسات للكاتب غير نعم أعتقد أن هذه الجهات مهمة جدا لسبب معين ألا وهو السبب أن الإماراتي لديه رسالة يريد أن يوصلها للآخرين وهذه رسالة تتنوع من رسالة تعبر عن الموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية وأيضا أنها رسالة فنية تصنع رسالة أخرى وتتضافر مع الرسالة الأخر للآخر الفنية في هذه الجهات أنا أعتقد أنها تصب في صالح الكاتب بالمناسبة عندما أسمع خبر أن هناك كاتبا إماراتيا أصدر كتابا جديدا أو أن هناك كاتبا إماراتيا جديدا قد ظهر في الساحة بالنسبة لي هذا خبر سعيد أحتفل به لأننا لنكم واقعيين العالم اليوم يتجه إلى الابتعاد قليلا عن فكرة الأدب وفكرة القراءة وفكرة الكتاب وفكرة الاشتغال بالتأليف والرواية والشعر فكل هذه الأمور هي تعاني على مستوى العالم لا أعني مكانا معينا إنما هذا الأمر هو ظاهرة كونية لكن عندما أجد أو أسمع مثل هذه الأخبار أسعى تماما وأعلم أن هذه المؤسسات على سبيل المثال هيئة الكتاب التي يعني تكون حاضرة تماما على مستوى المعارضة الدولية وأيضا عن طريق تنظيمها لمعارض الكتاب الشارق الدولي الاحتفالية الضخمة حتى أيضا هناك مدينة الشارقة للنشر التي تستقب وتسهل عملية نشر الكتاب وهي تسهم في تسهيل الإجراءات والمعاملات على دور النشر فكل هذه العوامل تصب في صالح الكاتب الإماراتي ونعتقد أن الكاتب الإماراتي محظو جدا ضمن هذه المؤسسات أو هذه الهيئات التي تقوم على القائد الأساسية وهو الكتاب نعم إذن الكاتب غيث الحوسني الحوار جدا شيق بوجود شخصية مميزة وكاتب إماراتي سعدنا بلقائك في هذا المساء إثريت لنا هذه الأمسية بهذه المعلومات ثرية عن الكاتب الإماراتي وعن الثقافة وأهمية الثقافة في إمارة الشارقة شكرا لك الكاتب غيث وفي لقاءات ثرية أخرى بإذن الله شكرا جزيلا لكم شكرا لك شكرا لكم